رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع فخمة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وما جرى خلالها من بحث لمستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وتجديد التأكيد على مواقف المملكة الدائمة والثابتة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروع في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهضح وزير الخدمة المدنية وزير الإعلام بالنيابة للساد سليمان الحمدان في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أكد أن تدشين خادم الحرمين الشريفين ووضع حجر الأساس لـ 1281 مشروعا تتجاوز تكلفتها الإجمالية 82 مليار ريال تغطي مختلف قطاعات التنمية في منطقة الرياض يجسد مسيرة النهضة التنموية المباركة التي تشهدها كل مناطق المملكة تحقيقا لأهداف رؤية المملكة الطموحة 20-30 كما أعرب المجلس الوزراء عن تقديره لأمر خادم الحرمين الشريفين بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الرياض كما تم في بعض مناطق المملكة الأخرى في قضايا حقوقية وطلع المجلس على نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية باكستان الإسلامية وتطلعه لنتائج زيارتيه القادمتين لجمهورية الهند وجمهورية الصين الشعبية التي جاءت بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين وانطلاقا من حرصه على تعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة واستجابة للدعوات المقدمة لسموه وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة المملكة في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي عقد في وارسو وما تم خلاله من تأكيد على استمرار المملكة في دورها الريادي وجهودها ومبادراتها في محاربة الإرهاب والتطرف كما رحب بالبيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة والإمارات وبريطانيا وأمريكا عقب الاجتماع بشأن بحث الأوضاع في اليمن الذي عقد في وارسو وما اجتمل عليه من تأكيد الالتزام بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن